انا عارف الاند ريزولت اللي انا عايزها بس مش عارف ايه اللي بالزبط اللي انا محتاجة اعماله عشان تروح بس كنتو اعمل اي حاجة بتقربني من ده بسعب بقى بعمل اي حاجة بتقربني من ده لو انت منتير وعايز تاخد شغلك لمستوى تاني خالص بتعليمك سكيل زي الموضوع بيختلف تماما المرتبات كواحد ان هو يشتغل ميديا بوينج ان هو يعمل علنات في شركة المرتبات بتبدأ بكاما محام الكلم ان الانتراليفل او اللي ستبادئ يعني بمكانك ستالاف جنيه ومحاد الانتراليف يصل لتلاتين الف جنيه وخمسة تلاتين الف جنيه هنا خاصة فكرة ان انت تكتب سكيل لو انت كنت في كونترالياتي او كوبراي وعايز تزود سكيل دي علشان تاخد لزيشن احسن في شركة بتاعتك ده مكان النهارده هكلمكم على خمس طرق مختلفة انت ممكن تعملوا بها فلوس كفيديو ادتر ازاي تقدر تجيب كلاينس تتفعولك من خمس تلاف جنيه لعشرين الف جنيه وانت طالح تعمل لهم ويبسايت انت جيت على الصفحة دي عشان عايز تبدأ يجي لك كلاينس تتفعولك من خمس تلاف جنيه لأكتر في شهر عشان تعمل لهم السوشال ميديا لو انت ما يستوي قديم بقى لك فترة معنا اهلا بيك اه دي تحية ليك انت بس مش للناس الجديدة الناس الجديدة لو عامل ممكن تاخد التحية دي بس دي تحية بس للناس اللي عامل اهلا بكم تمام النهارده معنا حلقة جديدة جماعة هتبقى حلقة لزيزة جدا 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 صراحة انا قبلت الرضا اول مرة واحنا بنشرب قهوة يعني عملنا كده لزيزة جدا اه وتكلمنا ممكن في خلال الربع ساعة قلنا كلام مساء عشرين سنة اه بجد فهم فالنهارده يا جماعة معنا رضا اه رضا اه فاوندر اه واتو اه واتو دي كميونيتي اه فيها تقريبا تلاتاشر اه صفحة صح واتناشر فوق الربعمية اه الف اه اه او او مش اكتر اه حاجة اه واتو دي فيها حاجات مختلفة وحنتكلم عنها في في البودكاست وفي ماركتينج ايجنسي تحت الامبريلا دي اسمها كرييريف سبيس الماركتينج ايجنسي دي او الكرييريف ايجنسي دي بتعمل مع شركات كبيرة جدا شركات كلها انا اعرفها اه زي مكدونالز فيسبوك نفسهم اه وشركات تانية كتير جدا مش حضا يعني كفاية ان انا قلت الاسمين دول وطبعا اه بقالكوا دي ايه فتحين اه يا رضا سنتين سنتين والاسمي دي كلها طيب ندعي ان احنا يرى الفتحة انا انا بص حاجباط لك المايك بص يا رضا خلي المايك عشان خلي يعني يحركوا يبقى مع ايو كده بصيص لي يعني اهو بالزبط ماشي اهو هو كندنسر هو كندنسر هل هو كندنسر من الحتة اللي في الوش يا اه يعني اكيدا بقى ماشي بص انت صوتك اه صوتك صوتك صوت راديو او اه معنا الواس اوفر اصلا بارا اصلا اه دهار تاني وكمان يا جماعة الواس اوفر دي حاجة بتعملها كده دراسات دراساته فرانساوي ايه اه لأ يعني كنت عشان اكس طارق نور فكنت دايما بخلص اعلان وعايزة اعمل مسلا وعايزة بقعتها بس مش عايزة بقعت له سكريبت مكتوب. جابت. عايزة بقعته متقال. وبس بقوله طب ما ايه ده طب ما عايزة حط مسديق عشان يهس بالاموشن. جابت. فروح نزل الستوديو مسجله. فمرة بقى يطلع على الهوى مرة ما يطلع فاهم? جابت جدا. فالحد ما جات بقى فبقى يطلوها يالله يا رضا عندك اعلان فاهم? اللي هو مجد يعقوب. خلاص لازم نتكبر موضوع. بس. فهي حاجة لزيزة جدا. في حاجة لزيزة جدا يا رضا ان انت كنت شغال مع تقيلة جدا برضو. ودي بالنسبة لي سؤال الناس كتيرة بتسألو لما يجوا يبدأوا بيزنس. تمام ايه هو الاحسن? ابدأ بيزنس على طول انزل اشتغل في السوق. انزل اتعلم اكتر حاجة من خبرتك وانت الوقت ما شاء الله عندك ايجنسي نجحة جدا وحاجات تانية معاها. ايه رأيك في الموضوع ده? بص اقول لك حاجة. انا يعني انا صريح اوي 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 انا دخلت الاعلانات ازاي? انا دخلت الاعلانات بسبب فيسبوك قصلا. انا كنت الوقت اكتب اي حاجة في دماغي. لو قاعد زهقان جات فكرة في دماغي شفت حد في الشارع بيتمشى عمل حركة دحكتني فروح متكلم عليها على فيسبوك. فضلت احط بيتمشى عمل حاجة. بعد ذلك فجأة لقيت سينير كوبي رايتر كان في ايجنسي ايجنسي بيقول لي انا رايح طاري نور واني احتاج احد اشخاص في ان يجب بعض الوقت صاحبين لي. ماذا يعرفك؟ لأ يعني انه احطب بيتمشى عمر في كوبي رايتر قياني. وانت انا رحت الانترويو بتاع طاري نور طابع البوست بتاعتي على كروت عمل انم كانهم بولارويدز. البوست وطحتي الصورة ميمس بقى. ورايح معايا متين ميم بكل حياتة فقط لتظهر الكيس ورحت بقى فهم قرأي بيساعدوني رحنا جمنا الانفلوب ازرق وعملنا كتنج لحروف فيسبوك وملت ظرف ازرق مكتوب عليه فيسبوك وجوال بوست ففيسبوك دخلني الاعلانات وبعد كده خرجت من طارق نور جات فيسبوك تاني يعني فعمل فيسبوك اصدقى اصدقى يعني اذا كانت كيف حدثت في الناس الناس وقبل كده في الجامعة كنت 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 اصدقى محاسب اجتغلت اسبوعين محاسبة اه يعني فاهيم كنت اتخرجت منها كنتش فياهم حاجة اه لحد اخر يوم في الجامعة كنتش فياهم انا بادرس ايه يعني ولا كلمة واشتغلت اسبوعين روح تعملت اه يعني حتيت فاهم اللي انا عاديت بتخينق بقى حاجتي وحشة قوي وبتاع زي قدرت تكمل في الجامعة اصلا. يعني زي قدرت تخلص الجامعة. عارف اللي هو يعني الجامعة كان بنسبة لي فيس كده اللي هو just to connect travel, know people, انتشر. يعني انا اكتر فترة انتشرت فيها اللي هو بقى عندي اصحاب كتير وفيسبوك بتاعي بقى عليه تلات تلاف فرند ومعرفش ايه كان فترة الجامعة. فانا اكتشيلي الجامعة كانت more of a social timing experience اكتر ما هي education. اه اوه لازيز جدا. نفسك دي هذه social timing. بس فده basically يعني education early كرير يعني. بس اتعلت حاجة كتير قوي بقى يعني فاهم لو وقتك يعني حاصل لي drop فكت uh I applied to work as an Uber driver بعد كده اول لما خلاص كدت حابدة واخدت عاربيتي وطلقت اول ride. لقيت ايميل جايلي ان انا i got accepted as a sales person. I'm a big developer. رحت شغلت شهور مع جابتنيش خالص. اه ريالستيت مع جابتنيش خالص. فبس انا دايما الامبلس اللي جوايا بيبقى حاجة اللي هي علاقة بالفن. يعني انا عشان انا بحب المزيكة والارت والحاجات دي. اي شغل انا بعمله ملوش علاقة ان انا creating something from scratch. انا ما ببقاش عارف يعني. البيت اردي موجود والكلاينت اردي موجود والسيلس كيت اردي موجودة والكميشن عارفها. فين يعني بالنسبة لي ما فيش اي ميستري في الموضوع. ايو. فدخلت كملت بس from a marketing perspective. فكانت فعارف لو قعدت ادرج الكاريير بتاعي عادي الدرج 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 لحد ما وصلت للماكسيمم معا ماي كور باشن which is art. فموزني انا كل حاجة بترجع الفن في الاخر يعني. جميل جدا. كنت في الفترة دي قريضا كنت عارف ان انت بتحب الحتة creative دي كنت فاهم ولا كنت لسه بتكتشف نفسك وبتتعرف على نفسك في الحتة دي. اه كنت لأ كنت انا عارف اللي انا عايزها بس مش عارف ايه اللي بالزبط اللي انا محتاجة عامله. عشان تروح. بس كنت بعمل اي حاجة بتقربني من ده. بس عبا. بعمل اي حاجة بتقربني من ده. يعني اي حد بجد انت استخدمت الكلمة انا بستخدمها في حياتي بجد كل يوم. ومش بقول كده عشان احنا عادين مع بعض ولبسين حلو واحنا في مكان جميل. لأ انا بجد. اي حد بيقول لي ايه اخبار الشغل? بقول له انا بسعى. ويعني في واحد صاحبي لو حيشوف في الابسود دي. اه شاوت اوت لكريم كريم توبجي. جميل. اخر مرة كنا عادين مع بعض بنشعب قهوة بيقول لي اخبار الشغل. يقول له بسعى. جميل. قال لي شكرا. يعني دي اكتر اجابة فار ومنطقية. شكرا. ايه جاي بقى لزيزة. انا لو اصلتني الشغلة اقبارة ايه يقول لك. مش ملاحق. فاهم اصلا. لا لا بنسعى. بنسعى دايما. بنسعى عشان يبقى بومين بقى. لا لا بس لا لا. اه سؤال جامل فاش خبروه. وهي دي الفكرة احنا دايما بنسعى صح? نا اه لازم يعني. لما بدأت الشركة كان في فترة ما كانش فيها شغل وبرضو كملت. البداية. البداية انت عندك البداية كان شوية. بزبط ما انت الاول انت كنت بتعمل حاجة وانت عاد زهقين في الكورونا فاهم اللي هو انا قاعد شغال على عادي جدا شغلي القديم وبعد كده حاجة بسيطة جدا الناس مش لاقي حاجة يتفرج عليها في وقت الكورونا. وكل ناس عاد زهقينة وخلصوا كل حاجة يتفرجوا عليها في الدنيا. فحسيت اللي هو طبعا انا حسأل صحابي ما هو رادي نفس التاس بتاعي. انا محتاجة حسأل حياة الناس برا السيركل بتاعتي. اوكي. فعايت كده كنت قاعد انا وامراتي بتفرج على نتفلكس وانا حطت اللابتوب على حاجة ريفان بقولها. ولكي دينا فكر عامل جروب اسمه what to watch. الناس دوله بعض تتفرجوا على ايه. جميل. اعتلي فكرة حلوة قوي. ودينا مش من نوع اللي مش رارة بقى. اي حاجة. مش اللي بتهايب خالص. يعني لو حاجة وحشة ايا رضا ده لا وحش اوي ما تعملوش. because she cares about my my best interest يعني. فأنا بالنسبة لي يا مدينة بتقولي على حاجة ايه ده حلوة اوي. تبقى جانوينلي هي فعلا. حلو. اي ترست ان دي حاجة بوتانشي. فعملت what to watch. البراندنج ده انا عملو على كينوت. يعني. يعني. يت haven't seen photoshop ever. يعني مفيش. it's not by a designer or anything. مفيش اي حاجة يعني. اه. اه جدا جدا. نكلم في الحتة دي لسه. اه لازم اه. من راب. اه. مصر الصين. لا لا بس اه لأ انا هب هب مسوحني جامد يا في حياتي بس يعني الطريقة لزيزة ايه. فبس بعد كده it all happened بقى افهم بالتدريج اللي هو عملت what to watch. it boomed. اه بقى عليه. اه. الفكرة في groups ان هي غيرت behavior. يعني في ناس ما غيرتش profile picture بتاعتها من 2007. دلوقتي هما بقوا اكتف قوي على فيسبوك بسبب what to community. ودي مش حاجة انا اللي بقولها I'm not trying to impose it in the market. ده feedback بيجيلي من اصحابي. انا بشوف ناس لو كنت تفاهم اللي هو دخلت كتبت له انا بموت مش هي comment حتى على البوست. دلوقتي بقى بيدخلوا بيقول رأيه وبيتخانق وبيارجيو وبيشارك وبيرفيو اكل وبيرفيو افلام. فانا بالنسبة لي once in the next behavior بتاعتها تغير. there has to be something right. this is super powerful powerful جدا جماعة. الحتة دي انتوا لازم تركزوا جدا وحنسأل وعايزين نفهم اكتر من الرضا. عشان الماركيرنج دلوقتي انت لو عايز تتسوق لحاجة انت اللي انت محتاجك تعامله ان انت تعرف تبني community من ورا الكلام ده. طبعا. نايك مسلا. تمام? نايك عندها community قوي جدا مسلا نايك رون الواحده ده. community ابن لازينا. ان احنا بنفالوا بعض اشوف انت بتجري ايه وانت مش عارف ايه. وعملوا community. تمام? بس. واكيد في community كتير جدا. انا بدي example صغير جدا. وهما ركزوا ان هما يبني community ده وصرفوا عليه مبالغ متخلفة. نفس الحاجة احنا بنعملوا ان احنا مركزين في virtual courses now. عشان نقدر نكسب competition ان احنا بنركز على community ونركز ان احنا نبني عالناس. فانت يا ريدا بدأت business ان انت اصلا بتبني community مفيش business. بالزبط. انت بتبني community وبس عشان انت عايز انت كنت قاعد زهقان وبعد كده قلت طبع انا عايز اساعد الناس عشان انا اساعد الناس. والrelevance مهمة قوي بقى. انت كنت عارف ان انت بتبني حاجة كبيرة او ان انت بتبني community ولا كنتش عارف لسه دي ايه. وانا بعمل what to watch? لا. اي حاجة حصل بعد what to watch? كنت عارف. او كنت I was hoping. بس what to watch اللي هو the early start لا. انا بعمل حاجة لازيد او خلاص. انا عكباني وشايفة relevant to a need انا حسيت بيها. يعني هو مش بس رضا واصحابه بتوع اكتوبر اللي بيدور على الافلام. هو انت لو رحت في سانيتها. ايه حتلاقي واحد قاعد برضو زهقان من اللايبري لان هو في كورنتين زي وزي برضو. واصلا ده اللي الكورونا علمت هلنا ان في الاخر the core need is similar. يعني with all the differences and the borders and the nationalities and the backgrounds and everything. when you go back and you're. اه ركز عربي عشان هنطر نترجم وحياخد. اه لما 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 بترجع لما بترجع خالص لكور لما تحبسنا. وكان كل واحد في بيته. we're all equals كلنا بيجامات. كلنا آآ عاديين خايفين ومرعوبين. كلنا عندنا نفس الكمامة ونفس ازاستك حل قدامنا. ونفس بتاعنا كله كان شاوه بعضه اصلا. ياس. ودايما الكونتين بيبقى اللي بيحصل في العالم على فكة. يعني هو. اه هي مراية للي بيحصل في بيوت الناس. جامد جدا. لما تلاقي بسيط قوي للدرجات دي. وكان لازم كان لازم ابني عليه. يعني كان لازم ابني عليه اي حاجة. امتى حسيت ان انت لأ ده في حاجة هنا. اه. كنتش فاهم لو ايه ده ايه ده. ايه اللي بيحصل ده? لما حسيتني في حاجة هنا لما مكدونالدز كلموني. اف. قالوا لي احنا عايزين انت واتو ايت ممبرز تبقوا اول ناس تدوقوا بيك تايستي جديد. يلا بينا. فانت من واتو واتش رح تعمل. عملت واتو ايت. اول لما عملت واتو ايت وبقى عليه خمس تلاف ممبر. I received a phone call من الاجنسي الهاندلنج يعني part of مكدونالدز يعني. and they قال مي. قالوا لي احنا عايزين كزا 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 وابروفد يلا. الفكرة في ايه انت للحظة دي. يعني انا عمري ما كنت بفكر ان انا عايز حاجة من اللي انا بعمله. انا كنت بعمله بنية صوفيو. بس انت حد بيجي يقولك انا عايز اعمل كزا كزا كزا. ابعث لي. مش اي حد نعمل دا ازاي? ايوة. حد مهم. بيقولك ابعث لي. بالزبط. عشان عايز اشترك. اوراقك فين? اوراق اي معلم انا اصلا. ده لابتوب الشغل اصلا. تتحذروا ولا ايه? انا الشحن ده الاوضام. مش عارف انزل اشتري واحد تاني. يعني فاهم? يعني ده كان بالنسبة لي عافية ان انا ان انا اقدر امشي. واكمل على حاجة اونلاين لازم يعندي لابتوب. فانا انا في فترة كده عادت فيها بفجور اوت انا هجيب لابتوب ازاي? او. يعني هنا بقى الجودجمنت فاهم? لو انا شكلي بحيب يشتغل في طريق نور ولذيذ وروش وبتاعه. لا هو على فقه. انا عندي كان عندي ازمة في وقت ان انا عادي نازم اجيب لابتوب حاجيبه منين? ما انا عندي وعندي حاجات مصاريف معينة انت بحتاج تشتري فاحنا. احنا في وقت بانداميك فاهم اوزي? بس انت رحت الايو سيو برو انت انت. لا ما دي بقى دي قصة تانية. او بزبط بقى اللو ده ايجزاكلي. اه دي ده طبعا شكرا لاهلي. ويعني هم الاهلي دايما كانوا معاوديني انه انت بتاخد اللي انت محتاجه مش اللي انت عايزه. جب. ولما بتاخد اللي انت محتاجه بتحمد ربنا ان انت في وقت تقدر تجيب اللي انت عايزه. ولو اللي انت عايزه حاجة كبيرة قوي على ما قدرتك بترجع تاني. وبتبقى زي ما بيقوله يعني ترجع كده تبقى ترجع للتواضع تاني اللي ربنا خلقنا عليه. وتقول انه بتبقى راضي قوي عن فكرة ان انت دلوقتي مش هتجيب غير اللي انت بحتاجه. بس لو انت تعودت ان انت بتجيب اللي انت عايزه. ده وكبت اللي انت بحتاجه وعمرك ما هتبقى راضي. واللي انت عايزه عمره لان الواحد ممكن يحلم من هنا. ممكن احلم في بيت في الجونة وممكن احلم في بيت في طيارة بتودين يجيب سوشي من اسبانيا وارجع. معنافش بقى فاهم? فاللي احنا عايزينه كتير قوي بس اللي احنا محتاجينه بجد وليل. جاملت فاشا. دي من اعلى الوظائف في العالم. تقول لك فعليا عشر تاريف جنيه في مثلا اربع ساحات شوك. انا بقولك انا هعلمك ازاي تبني تعمل بيها فوق المليون دولار. سامة. ان اكبر برندات في العالم بيستخدموا شابتفاي. شابتفاي ارخص بكتير جدا انها تبقى لك في ويبسات فانسكتش. المهم ان الفولور العيلي بيهتم بالكونتنت اللي انا بنزبه. مسجأة وفيرتشو كورسيز نحو تتعلم ازاي احنا بنعمل فلوس مع شركات من امريكا ومن كندا. لازم تستنى لغاتل لما الجامعة تخلص. مجدر اللي بيدي لك مقابل عمل في شغل على الافتر فيتس اضعاف اللي بتعمله لو بس بتعمل منتشفة. لاب شغل انا في مصر عشان الماركت محتاج العالم كله محتاج والماركت بيجبر بطريقة سريعة جدا. وانا كنت عندي يعني وقت قليل قوي ان انا رجع لهم. انا خلقت اه فاهم اللي هو وفاهم عملت كل حاجة مسلا سبعة ساعات. جاب الفشل. وبعدت لهم حاجة تبقى لما تبعتها تبقى انها بتبعت حاجة كبيرة قوي يعني اللي هو انتو كام حد بقى انا رضا ودينا واخواتي وانا قصة فاهم يعني ما شوفش اخواتي بقى لي شهرين قصة عشان كورونا يعني فاهم فبس. تفتكر لو تفتكر تفتكر رضا لو ما كانش ماكدونالز جاء لك. اه. تفتكر ان انت كنت عملت الشركة بالسرعة دي من غير من غير انا حامل ده الاول وبعد كده حامل ده وعشان انت برضو حد وشكلك شوية في الحاجة لما تطلع انت عايز يبقى شكلها. اه. بطريقة معاية. بالقاوي. بالزبط. اه. فتفتكر ان انت كنت عملتها بالسرعة دي لو ماكدونالز ما كانش جاء. لا دافنت لي لا. بس هي بتبقى بتعرفك ان انت بتعمل حاجة الناس مهتمة بيها وهي عندها تأثير. دايما يعني زي ما بيقولوا اه عارف في كوت كده. هنكمل. اه هنكمل عادي. اه ده منظر طبيعي خلاب يا جماعة انا. اه. اه. عارف when opportunity meets preparation. هي فعلا حصلت opportunity وانا كنت prepared في وقت قياسي. اه بس لو ما كانتش حصل ديك هتحتحصل eventually بس يكيد مش بالسرعة دي. اه. بس انا اه دي ساعدت بقى ميزة وعيب. ان انا متسرع. بس في الحالة دي كانت مش تسرع كانت الحق الهايب وركز فيها قبل ما الموضوع يفاهم. تركيزك يبعد عنه فما تعرفش عليها يعني. وهي دي فكرة الساعة يعني احنا اننا دايما نسع عشان نبقى جاهزين لما الفرصة تيجي. بالزبط. بالزبط. دايما. دايما يعني. وعملت شوية حاجات كان فيها رزق كبير وما كنتش هقدر عامل ده من غير اه اه سابورت مراتي. وسابورت الناس اللي حواليا ان هم مصدقين فيها وعارفين انه لا يا رضا اه لا اعمل ما تخافش. فاهم يعني يعني احنا في وقت كان صعب جدا كل فيه كان فيه شركاب بتقفل قصلا. اولا دي وقت الكورونا. فان انا اسيب الشغل في الوقت ده. وابدأ حاجة. وده كان طبعا توفيق ربنا والسعي وكل حاجة. بس هنا مهم ايو. لان انت لو كنت بتعمل مسلا انا ما روحتش فتحت مسلا وقت الكورونا. يأ. فانا عامل حاجة قردي على البلادفورم اللي قردي هي مولعة نور. هو قصلا قردي دار في السماء. يأ. لو عملت فيديو بتنطط مناديل هيجيب مليون وانت كنت عمرك على تيك توك قبل كده. يأ. فده اللي كان خدم الموضوع الشوية يعني. فلازم تاخد بالك من اللي بيحصل في الماركت عمتنج وايه اللي ترندي? بالزبط. يعني الموضوع ما كانش اه 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 ما كنت اتكلمني عشان كده لأ انت كنت شايف الدنيا رائحة فين? بالزبط. بالزبط. اه اللي خوفني بقى شوية انه الفرجة مسلا على الفرجة طب ما هو اكيد كان في وقت ما حوار الكورونا ده هيخلص. احنا دلقتي تقريبا كورونا خلصت يعني. تقريبا. فكنت بفكر فيها ما هو انا لازم يبقى عندي خطة ان لما الدنيا تفتح انا هعمل ايه? جاب. يبقى احنا هنتكلم على اعلانات تلفزيون. هنتكلم على افلام جديدة في السينما. طب احنا هنروح في السينمات. طب احنا هنعمل مع سينمات عشان الاعضاء دول يبقى ليهم سينما معينة. جاب. فتبدأ ما هو هنا بقى ان انا مش حفضل مركز على ان انا بس ونفضل نتكلم على سيريز. لا لازم نتكلم على افلام. عشان ده اللي يخليني ان انا ابقى حد زي ان انا اطلع اعمل مهرجان الجونة اعمل ان انا سينما تكلمني تقول لي احنا عايزين نعمل خمسين في المية الاعضاء عندك ان هم على التذاكر بتاعتهم. ياخدوا اه فشار ببلاش. كأنهم عارف يعني اه هو بس ده النسخة المصرية يعني. يا متفشق. فده كان دايما بقى انت لازم تعرف ايه اللي بيحصل. وتحول بتاعك ان هو يبقى يتماشى مع اللي بيحصل في الماركت. بتدي للناس. ده كده كده. كده كده. عارف ليه في حالتنا? لان انا دي ما لهاش اي من غير الناس. يأ. فحتى لو انا تخيل بقى انت بتاعي يقايم عن الناس بتتكلم. فهما هما احنا من غير الناس ملناش اي قيمة. فتخيل بقى فهام قد ايه احنا عايزين يعني مش مش بي باك بس اللي هو دي اقل حاجة ان احنا نبقى دايما بندلعه. فاهم? جامد جدا. وده الناس بتعمله في سنين. يعني انت هتبقى على معين وفطورتك بالشيء الفلاني. عشان يبقى عندك فوتشر اه مسلا مية وخمسين جنيه في محل كوبكيكس. احنا عندنا اه هزر مع صحابك هتكسب ايفون. تفاهم اوزني? يعني احنا واخدنا لفل تاني خلص اه. جامد جدا. عايز سألك برضو سؤال يا رضا وموك الحتة دي. تفتكر لما مجدونس جالك وجالك بدري شوية في بداية الصفحة بتاعتك. وممكن في اول اول حد انت بتعمله ومش بتعمل منه فلوس كتير جدا او تمام? عرفت ازاي تقلب حاجة زي كده ما بتدخلش فلوس ان هي تبتدي تدخل فلوس. تمام? وازاي عرفت امتى تبتدي تدخل فلوس كويس ان هي تعيشك زي شغلك القديم. يعني بالاول بتاخد وقت. مفهوم. صح? فامتى فعرفت تغير وتلاقي طرق ازاي تعمل فلوس. عشان الموضوع ما بيعملش فلوس بتقول للناس. فازاي بتدي تفكر طب انا هعمل فلوس اكتر ازاي? او هجيب شركات اكتر تشتغل معايا ازاي? اا اقول لك بقى. انا اا اا زاكرت شوية. وشفت كل حاجة بتحصل في عالم صنعات المحتوى. جميل. في مصر. بيعملوا ايه? ورد فعل البراندز على اللي هما بيعملوه ده. عامل ازاي? وقررت انها هعمل عكسه. يعني انا شفت الناس بتعمل ايه? عاملين سيلز كت. عاملين ايميل ماركتنج. عاملين اا هنعمل كزا 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 ونبعت بتاعنا للبراندز عشان نقول ان احنا بنعمل ريفيو وبنعمل وبنعمل. ابعت للسينماية تقول لهم انا عندي واتو واتش. ده كله بقى اا كونسولتنس وناز بتقول قراء وحاجات بتحصل اونلاين وانا على بيجز بيجي لي من خدت كل ده وقررت ان انا هعمل عكسه. اوكي. يعني ليه? ايه? انا احنا كانت عشان قوي وفيها قوي وممسوكة وبنحاول نسيطر على التنمر وبنحاول نخلي يبقى الصور لها جودة معينة. وانا اي حد ممكن ينزل? اي حد ممكن ينزل? اي حد ممكن ينزل بس اي حد بتعمل له بتاعه. اوكي. الصورة لازم تبقى مزبوطة. لو حتقول رأيك حاجة حلوة. تمام بس يعني ما تبقاش برضو انت بتفورس الناس او ان انت باين او ان انت بتبيع قوي بالزيادة. اا لو حاجة وحشة لازم يبقى فيه يعني دي بتاعت يعني لو انت حصل لك مشكلة في المكان قول لنا اثبات. قول لي انت نصب عليك في الشيك وريني الريسيت. اا اا جالك تسمم طب انت كلمت يعني مع قص برضو انت بتكلم مسلا ممكن يبقى واحد راجل بقى له مسلا سبع سنين بيبني في حاجة وممكن حد يبقى شوية الناس وهي في الموقف ممكن تصعد شوية الموادية. صح صح. وانا غزبا عني يعني دايما بتبقى ده الانا اللي في النص. صاحب المكان ممكن يبقى غلطان جدا ويبقى شايف ان انا جاي عليه بس انا ببقاش جاي عليه خالص وهو اللي مباوز الدنيا مع الناس. وهو محتاج يشتغل على حاجات عنده. صح. وساعتي بقى العضو بتاع الجروب شايف ان احنا بنحاول نخبي الحقيقة احنا مش بنحاول نخبي الحقيقة. بس لما يكون في تسعة بيقولوا نفس الحاجة العاشر مش هيفرق. احنا بناخد اكشن. وبنريبورت كل اللي انتو بتقولوه. وبنحاول نخلي الناس تزبط انا عندي شركات عندي ايميل بتاعي انا باسمي انا. عشان لما عندي في يقول انا الخص كان في حتة بني. انا ببعت ايميل لناس ببدل بقول لهم الخص بتاعكم كان في حتة بني. ده ما يعصلش تاني. ده بقى اللي بيحصل في الناس فاكر ان احنا انا انا نفسي يبقى انتم بيتعاملوا كلهم كانهم مشاهير. صاحب المطعم لما يجيو له واحد مشهور. عارف اللي هو حط الزرع بقى واحلى لحمة واحلى درينكس. انا والحمد لله احنا وصلنا لها ممبر واتو ايت. لما بيقول انا ممبر على واتو ايت. صح يا كارن? لما بيقول انا ممبر على واتو ايت وفي مطعم الدنيا بتتقلم. انا عايز تيشرت. لازم. ده كده كده. انا عايز على مفتاح. لا لا لا. اه اتنين واحنا العمور عشان عمر برضو زي بيحب الاكل. لا لا اهو انا ممبر على واتو ايت. هي بقى. احنا بيكره الاكل. اهو اللي هو ايه ده قاطي وهم كمان ممكن يكونوا بيعملوها اه عشان هم برضو بيكونوا مبسطين ان الممبر ده لو عجبوا يعمل ريفيو على واتو ايت فهم يستفادوا ومش عايب ان هم يستفادوا ومش عايب ان هم يكلموني ويقول ليه طب رضو احنا ممكن ندفع اه مبلغ معين ونعمل بيه مع واضح عشان الناس تعرف عننا. انا عملت مجهود وهم بيعملوا مجهود. فما فيهاش حاجة يعني الناس بتشام قوي المونيتيزيشن. طب ما احنا نازم نشتغل. احنا بنتعب في الجروب ده لو نتعبش. فيه ناس بتقول لي ممكن تشيل اعلانات من البودكاست بتاعك. اه بجد يا جماعة ايه ايه بجد الوضع هنعمل ايه? يعني هو ممكن يجري الاعلان. اه بزبط عادي. نعمل بس يعني ندوس زي عامل كده مرتين والاعلان بيبقى مثلا تلاتين سانية اعمل كده تلات مرات واحد اتنين تلاتة. لا وبعدين طب ما احنا زمان كنا نفرج على اعلانات وسط المسلسلات يعني. كنا بنعشق العلانات. كان فيه حد نكلمه. هكلم مين بقى? يعني ما? مبنى الازاعة واقول له انا مش اللي اعلان بقى صامبا. عشان انا عايز اتفرج على اعلان اعيش في جلباب ابي. بس على فكرة كمية الناس العادة على الكرسي ده قلت اعلان اعيش في جلباب ابي. صح? كتير جدا. اه لا بس انا ده طب طب يعني. احنا بسلسل في العالم ايه. كده كده كده. اه اه. طب هو ليه مش عيب يعني هو فعلا انت بتشتغل عالصفحة يعني وفي موظفين وكده انت فيسبوك بيج وانت لايك ولا مش لايك وبس يعني. طيب اقول لك احنا كميونيتي مودريترز. حداشر بني ادم. ده كميونيتي. دي ناس بتاخد فلوس ولا ناس عادي عشان. اه لا الناس دي ده ده اه والله يعني فهم او احنا عندنا بقى موضل ان كل حد اه ماسك كميونيتي هو بتاعه. جامد فشخ. وهو مديري في كميونيتي دي. جامد فشخ. يعني اللي ماسك واتو درايف. ايو يا ايه? في واتو درايف ده بتاع العربيات اصلا. جامد فشخ. اهو فمسلا اه ويلي مسلا هو اللي ماسك بتاع ويلي مش بداهم. انا اللي انا اللي بسهله ردو احنا عندنا كزا كزا اشتغل على فبتحول ايه? ان هما ناس انا عاملها بس هما فعليا عالارض هما اصحاب دي للبابلك وهم بيشغلوني انا عليها. ردو اشتغل على فكر في فكرة عشان انا بكرة عندي بقدم لبجو قعد اشتغل عليها. بكرة. واجروب بتاعي. بس فاهم مديري. وانت اللي بتفعل مرتب. لأ مفيش مرتب. بقى هو بقولك هو يعني انا باخد انا منه من اللي حصل على فهم موصد ايه? فريدو انت امسك انت اشتغلت شاطر عملت اه شكرا بتاعك حلوة قوي. وانا صاحب فاهم موصد ايه? 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 ايه. هي لو ما حصلش كده هو الناس عندها على الموضوع فاهم? جميلة فاشخة. الحتة دي ممكن نتكلم على الايجو شوية على الايجو. عالكبرياء شوية الحتة دي. اه. اه. ليه رضا مش عايز يبقى هو البص وانه يتأكد انه الناس كلها تفهم ان هو البص وعادي ان انت تاخد من ناس تانية والموضوع ده مش بيفرق معك. يعني الموضوع ده كان كده دايما رضا كان كده دايما ولا رضا كان دايما في تفكيره لما افتح شركة انا مش ولا بص ولا صاحب شركة ولا كزا انا عايز الشغل يمشي والناس وانا عايز اتعلم من الناس هنسوقهم. ممكن. اه انا هسألك سؤال. فاضح. وهو هيبقى ايجابة سؤالك. جامع. اه. ليه حد ممكن يبقى اه حاسس بنفسه بزيادة او يعني بص اي حد مش بيقدر يقصر في الناس. ويبقوا هما مقتنعين بلي هو بيعملوا. من غير في الحقيقي. اللي هو خصيته الحقيقية. شطرته وزكاءه وانه هو لززته من اخر انه ايضا نقدم لذيذ والناس بتحبه انا بالنسباني فكرة ان انا الناس بتحبيني دي دي سوبر اي حاجة تانية بالنسباني مش باور. لان انا بعايز الباور دي عشان امشي الدنيا تمشي زي ما انا عايز. انا انا الدنيا بتمشي بتاعتنا كلنا وده اللي انا عايزه. عشان بتبقى في الاخر بتبقى هم تبع بالزبط كلنا هم هم عارفين انا باسمع وزيكة ايه? بحب ايه? وانا عارف هم بيحبوا ايه? كل حفيهم بيعمل ايه? بيخرج فين ايه? نوع خرجاته. انا بوري في حياتهم. فهما وانت في حياتي وعرفين حياتي. بكلام ده بيبقى اوتانتك ولا انت بتتقل ع نفسك ايه? انا لسا لسا معرف هو بيحب ايه? انا 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 وحد في التيم بيتكلم معي في موضوع مش عايز اتكلم فيه بقول له انا مش عايز اعرف. وهو لو انا بتكلم معي في حاجة بالنسبة له ايه? انت هيقول لي بجد انا مش فاهم انت بتكلم عن ايه يا معلم فاهم? كلمني عن ديزاين انا ديزاينر كلمني عن ديزاين. انت بكلمني عن كاني واست ليه? انا معرفوش ما بسمعوش. انا يا عام تاكنو بروديوسر. اه. ما بحبش كاني واست. فاهم اوزي مش اللي هو عشان اعم مدير بقى فاهم اضطري. انت راكده حلو قوي. لا اعادي. اطفي يا ريدا الراب زهي. انت عايزين نسمع تاكنو. عادي. فاهم? انت لو فعلا عايز. يبا انت هتحط ساعتين كل يوم. ان انت كل يوم بتعمل منتاج. وكل يوم بتعمل فيديوهات. الكلين دوات بادي من يوم 10 ديسمبر. بيبيع هودية. هو داخل في اخر سيزن. وفور يبيع ب122 ألف. لو هتكتبه ازافري الانسر. ممكن تاخد بدايما 500 جنيه لو لسه مبتع. والرقم ده 500 جنيه. ممكن يدير في عشرة. ممكن في اكتر من كده بكتير. طاير محتاج يشوف اللي انت بتبيعه او السيربس اللي انت بتبيعه. سبع طرق مختلفين. فالنهاردة انا بعلمكم كل حاجة انا اتعلمتها والطريقة اللي انا بدأت بيها وصلتني اللي انا فيه النهاردة. نرجع تاني بحتة الكميونيتي دي عشان انا عايز اتكلم عايز اتكلم اكتر عن الكميونيتي بزاد بجد عشان. والناس والناس لما تفهم الحتة دي اي حد عنده بزنس دلوقتي اي حد بيحاول يعمل حاجة. انت لو عدت تلات سنين تبني بس من غير ما تعمل فلوس منهم. اوعدك ان انت بعدها ممكن عادي جدا تخلي الشركة دي شركة تساوي في حاجات معينة يعني. بس. اه جامد جدا. ايه بقى حر الرب ده رضا لانت واكل بي دماغنة. بس انا بنزي اخصار لي فهم. اولا اولا برو ستايلك اللي انت بتكلم عنه الاوتفت اللي انا شفتك فيه في سابن فوتشن. كان جامد قوي. بجد. كان جامد جدا. والله وانت كمان. ايش طب برو يعني انا بلبس نفس الحاجة كل يوم. صباح البول. اه. اه. فايه بقى احوال الهيب هوب ده? وانت عايش في مصر تقول حياتك? عايش في مصر تقول حياتي ما في المية. اه اول شريط اشتريته في حياتي كان شريط من ماستر اللي احنا طلعين اسكندرية. اه في محل الشرايط اللي اه. اه طبعا. كان بقى اخواتي بقى بيشتروا بقى اللي هم عايزين اوتيازته مسلا بيشتروا. ايو ايو. اه حاجات بقى ايهاب توفيق بقى سحراني عادي بقى شباب يعني ووكمن وبتاع انا اشتريت شريط امينم. جامد. عشان انا كنت عايز اعرف عندي فضول افهم ايه ايه الموضوع. وما كانش عندي ووكمن. وفضلت مستني اختي لما زيت من بتاعها وسفرت برا ورجعت بقى عندها واكمن جديد اللي هو في سبيكر من برا ده. ايو جابت ده. انا خدت القديم بتاعها بقى وبتديت اسمع على شريط امينم ده. بس وكنت بقى ساعتا كان لسه جوجل طالع وبدخل بقى حاول اجيب كلام الاغنية عشان كنت بقول كلامها غلط. اه وانا كنت مدرسة فرنش فانا اصلا بكدب في كل نص الليركس اعمل والناس مش عارفين الاغنية فاهم اللي هو انا بقول كلام مش حقيقي اصلا فاهم? فكان دايما جواية حتة دي. وانا كنت بحب الافلام اوي وانا صغير. يعني كان ممكن اي طفل بيبعا عايز ينزل يخرج يلعب انا كان من نسبالي احلى عاية في العالم ان انا اتفرج على شرائط الفيديو برضو بتاع تخواتي. فانا كبيرت كده ان انا في الباب كولتشر اوي وكولتشر امريكا اوي بالزات ازا كولتشر. وده اللي سحالني بقى في قصة هيب هوب من زمان يعني. جامع. اه بس فالموضوع بقى اه مبهدلني. شعلم ليه عايز احضونه. عايز ان هو فيه ايه. لا لا. عشان هو فيجين اري جدا جدا جدا. وبتعلم منه حاجات كتير اوي اوي اوي. بجد والله. اه. كتير جدا يعني. مزكته ولا من. مزكته من بتاعته من بتاعه من حاجات كتير اوي واكتر حاجة بحبها فيه الصراحة. يعني هو مش فريق له. شكله ايه? بسبب اللي هو بيعمله. انت بتحسن فيه بني ادم. يعني بتحسن فيه بني ادم من اللي انت شايفه. وقدر في فيديو او في سوشيل ميديا. يعني بتحطي مسلا من واتساب وفيها فضائق. انا عارف بالنسبة للناس ده اللي هو انت ايه الهابة اللي انت بتعمله ده? بس هو بيعمل كل حاجة من قلبه قوي 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 لدرجة ان هو بيخلي نوت كول. يأ. حاطي بروفايل بكتشر سودا وانا حاطي بروفايل بكتشر سودا. بقى لده. عشان انا انا عارف وهو حطها ليه? انا حاسس نفس الاحساس. ومش بقول ان انا عامل فيها ان انا هو. بس انا فاهم عشان انا امبالتسف قوي. واي ممكن ابقى مبسوط قوي وبعدها بخمس دقيقة اقفش عليك وابقى مش طيقك وبعد كده ابقى بطحك وبعد كده ابقى بعيط وافتكر جدي وعيط عليه. بعد كده فجأة اروح بارتي واتبسط جدا واغني وارقص. انا اموشن الاوي. فهدي كبيرة وهو بيكريت عمتا. بيكريت مزيكة. بيكريت اه بيكريت اه جوزبل اه اه جيسيس كينج وبيعمل كل حاجة وبيعمل كل حاجة بالفجن بتاعته هو. انت بتحب حوار جيسيس كينج عشان انت يعني مهما حتى لو هو مسيحي او واريفر بس انت عقبك وده حاجة انت قلت يالي في زفر. اه اه اه. تقولتلي ان انت عقبك الطريقة هو عمل طريقة ان الناس في ديانتهم زي يعرفوا يكلموا ربنا بطريقة مختلفة. بالزبط انك تكلم انت. وعنده كراود وعلاق انا ياسف تحب ده. طبعا طبعا. اه فكرة ان انت تعرف اه تخلي الناس تعمل نفس حاجة او تعمل حاجة بس بطريقة مختلفة. طريقة فن اكتر. اه اه وطريقة ممتعة. يعني انا بحس ان هما مستمتعين وهما بيصلوا. فاهم اوصلي? اه وانا بالنسبالي انا انا يعني كريستيانتي انا بحبها اه كا انا الموضوع بالنسبالي قوي انا مسلم بس انا الفن بتاعها اوه فيها حتة كده. انا بحس بيها جدا وبتلمسني جدا. وابتدخل برضو قلبي زي ما ممكن وانا بصلي الترويح اتأثر جدا. انا لما سافل فرنسا بادخل وحط شمعة كسايح. ايو ايو ايو. انا بتأثر برضو. وبردو بحس ان انا بكلم ربنا عادي. يعني ما فيش الحتة دي ما عنديش فيها افعام خالص. فانا بالنسبالي حتة دي برضو. بتمثلني اوي انا بتربي طول عمري في مدرسة مسيحية. اه في زيزويت. ومتعود عالكنيسة متعود على كل حاجة انا متعود على ان انا ابقى متقبل وعندي في كل حاجة. يعني دنيا. انت عارف انت مصدق من ايه ده ما بيخلكش. لاش اي علاقة باللي انا مصدق بيه? انا بانجوي حاجة ايوة عشان انت عارف نفسك كويس. بزبط. فانت ممكن تانجوي حاجة تانية مش هاد. الا الناس ممكن تفكرني ان انا مش ان انا كافر. لا خالص خالص. انا عارف انا مين وانا عارف انا الناس دي شيلها بقى. دي اصلا قزمة كبيرة قوي في حياة كل حد. ايه الناس? ايه بقى احوار الناس ده? الناس. يعني بتدي اهمية كبيرة قوي لرأي الناس فيهم قبل ما يبقوا هم اصلا عارفين رأي نفسهم في نفسهم. ام. انت لو انت فارق لو رأي الناس فيك هو اللي هيحدد انت مين? يبقى انت هم فيه هم سبع مليار. هل انت هينفقى تبقى سبع مليار رأي فيك? هتبقى اول حاجة يعني. هتبقى خلاص انت يعني فهم? منخرم يعني. وانت حاسس دلوقت اصلا رأي الناس يعني اه. فاية? لا اصلا يعني رأي الناس دلوقت مش بتحسوا اصلا دلوقت ما بفهمش رأي الناس. ولا لا. يعني فيه طبعا الناس بس ما عليها رأي. بس فيه حاجات بقتش عارف هو فعلا الناس دي انت فعلا بتحب الاغنية دي ولا انت عشان انت قلت على الاغنية دي كده لكل نas مع انها مع بعض. يعني انت رأيك فين. انت ده احلام فيلم بتحبه ولا احنا راحين السينما. وبقى انك عمرك ما هتعرف يبقى عمرك ما المفروض تدي الموضوع ده اهمية اكبر من حجمه. اي. وانا بالنسبالي باخد رأي اللي انا شايفه من وجهة نظري انجح مني. جمع. في الحتة مع اينا ولا? لأ انجح مني عمد. اي حد انا شايف ان هو انجح مني. باهتم برأيه. قوي. حتة صعبة دي. اه. 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 او حد قردي عمل حاجة انا لسه بحاول اعملها. اوكي. فبالنسبالي ده 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 سافر مسدما ده تايم ترافلر. ده جايلي من المستقبل. جمع. فلو انا عندي فرصة ان انا اعرف حاجة من المستقبل عشان اه 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 اتفادى غلطات. انا ممكن ما عملهاش وشنبضعهاش وقتي. لأ ما تكبرش. ما تكبرش على نصيحة حد عمل الرادي اللي انا بحاول عامله. لان ده هيخليني بدل ما انا ماشي على مية انا حبقى ماشي على مية وخمسين. جمع. انا ماشي على مية وخمسين يعني ففي حاجة هتحصل اسرع لان الوقت ده حاجة غالية قوي يعني. مم. فمش مش تصرع بس كأنه الوقت يبقى الواحد يبقى يعني ايه عمر يعني اه يعني بتعمل حاجة حاجات كتير فهتقول لي. جمع. عاجبتني. اه برضو عرقى الناس يا برو عايزين نكمل في الحتة دي شوية. اه. ان اه ان الناس بتقفر شوية في كل حاجة دلوقتي بتحس. اه مش كل الناس طبعا يعني مش عايز اقول. اه مش عايزين نعمم بس اه يعني القفارة طبعا اه يعني يعني انت دايما بتقول يعني لما بنتكلم وكلا بتقول يعني انا في حاجة كتير يعني انت بتلبس كده مسلا. وبتلبس متأكد يعني ساعات برضو ممكن البس شوية بالنسبة لمصر. اه. مسلا لو حطيت بس الشراب جوه البنطلون مسلا. اه او شراب احمر مسلا. اه. عليه برنجل. اه احنا لازم نبقى نيجي نتمشى مع بعض تحت انا شوية. عافية انا لازم ابتدي قلبس تاني. وضايق عشان الشباب اللي تحت عشان بقالي كتير. اه. انت بتعمل ده عشان انت عايز الناس تبص عليك او كده. اه طبعا. ولا 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 عشان انت بتحب تلبس ولا. لا بص انا محب البس انا محب اللبس قوي يعني. واغلب الحاجات اللي انا عبالبسها اصلا انت يعني انت انا بالنسبة لكل الناس ده ايه يعني ده تمثال بيولع نار ولا بس انا مش مكتوب جوتشي ولا اه فهم ولا ولا اي اه ما فيه مش ماركة حد يعرفها. بس انا ممكن اكون التيشرت دي مسلا تلع عيني شهورة عشان اجيبها. عشان هي قليلة قوي او عشان هي اه غالي عليها في الوقت ده فان محتاج احوش عشان اجيبها. بس في الاخر انت مش شرط تبع عارف انا لامس ايه. ولا منين. اه وبس ده عشان انا انا فيه معين انا شايفه في نفسي ده بيشرح اللي جوايا. ده بيشرح اللي جوايا. ان انا بحب اه بحب الدهبي قوي. بحب اللون الدهبي جدا انا بحب الاكساسيريز الدهب. حتى لو شفتها في عمارة قديمة فيها حاجات دهب انا بحب الدهب. جاب انتفشل. فلابسه عشان انا بحبه. ودي مسلا سلسلة حد غالي عندي قوي جابهالي فانا لابسها. اه اه دي اه بتاعت فاستفل انا نفسي اروحه بس سسة عمري ما روحته. جاب. ودي كانت بتاع فانا جبت على عمل ان انا في يوم اروح واشوف على الحقيقة ويشوف ني لابس دي ويعرف قدي ايه انا بحبه مسلا فاهم قصدي يعني كلها حاجات بتشرح اللي جوايا. مش للناس اللي بره. مش للناس اللي بره. هي بتشرح اللي جوايا النفسي. انا بفكر نفسي انا عامل ازاي وبحب ايه. ميت مرة كزا حد يقولي انت لمس دهب ومعرفش الدهب بيعمل ايه والكلام ده ملاقش يعني انا لابسها عشان انا محب الشكل فضة. مش عشان انت تقول ايه يا رضا غاني اوي لابس دهب. فاهم? مم. بتحس الناس بتججيو? اه انا بطلت حس بالناس. جاب. بس كنت بقى كنت انا جاي لي فترة اه انجزايتي رهيبة. انجزايتي يعني ايه يعني. انجزايتي الناس كلها عارفة انجزايتي. اه هي 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 موجودة خلاصة على تيك توك. اه خلاص. انا مكنش عندي انجزايتي قبل تيك توك بقى عندي انجزايتي الحمد لله. لا 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 فضيع يعني طبعا السوشي ميديا طبعا اه اللي هيسيب نفسه والحاجات اللي بتحصل والكلام الناس بس انا جاي لي فقط انا كان ممكن اما روحش خروجات بسبب ان انا خايفة شوف ناس معينة انا مش عارف ليه كان فريق لي رأيهم في وانت لو تيجي من ضلمة قوي 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 وبتعرف ان وقت الجد الناس دي اصلا بيختفوا وانت وسعيك فرأيهم حلوة او وحش عمرهم هيغير حاجة هو انت واللي انت بتعمله ولما تشوف بتاعهم لما انت بتنجح ان هما حتقول لي نفسها هيعمل اتنين يا اما انت نجحت فهم غيروا رأيهم برافو عليك فبتقشور نفسك او ان انت اصلا كنت تفاهمهم غلط لان انت لو كنتش اصلا في نفسك انت بترجم كل حاجة ان ده المشكلة فيك هو ممكن يكون كان بيبصلك من فول تحت عشان قصع عجب وفشخ الاعلام اللي على الجازمة بتاعتك وانت فاك ان هو بيبصلك من فول تحت عشان ايه ده هو مش عمر بانطلون لي ايه ده لا هو ايه هو ايه اللي هو عامله ده انت لو انت بالنسبالك اللي جواك هو اللي بيمركز مع النات بتقول ايه اه بالذات لو انت اه انت بلا هترجم كل حاجة ان هي تبقى في صلحك او ان هي هتعطلك جابل فانا حاسيت انها متعطل مش هبقى هقلق من ايه دول بني ادمين يعني واحنا كلها يعني اتناشر دقيقة حياة وفي الاخر كلنا هتموت يعني شو استهلا خالص ده يفريق لي رأي حد فهاموا ايه جامل فبس هذا ما نحن نخلق 10,000 شغلان في مصر انا ياس ميوسف صبري مؤسس شركة virtual worker now virtual courses now انا ايس اشكرك جدا جدا ان انت خلقت مجان زي GWN اشتغلت معا كانت ادني افراكسي مجاني جنيف انا من ان اتيه كبير ننى تعملjin جانفي كبير رأي بكم اける وكبير ليخبر بطريقة طريعة جدا اعنا نقلق 10,000 شغلانات عام عشان الماركت محتاج العالم كله محتاج والماركت بيسرع بيكبر بطريقة سريعة جدا. عايز اتكلم عايز اتكلم من روضة على حتة عادي. قلت كتير ان انا عادي. يعني ليه الناس ليه الناس لازم بتفاكر ان انا كده او كده. بالزبط. ليه ما بقاش? عادي. ايه انا عادي. اه هو الناس زي ما انت قلت بتقول حتة الافارة. الافارة هي انعدام التوازن في اي حاجة بتحصل. يعني انا هشوفك. يا اما اقول انت جاحد. يا اما وعلى فكرة. حتى الناس لما حاجة صغيرة بتحصل او حد ينجح في حاجة بيتيروا بيل سابع سما. واول غلطة. انت مش فاهم يعني كأن كل اللي هو عمله ده اه كأنه ما حصلش. فانت لو انت لما تبقى عادي بقى هتبقى شايف هتبقى يعني مسلا مش عارف مش روحة زي انا مش عايزة اتكلم على صلاح عشان بجد هو حاجة عظيمة يعني انا مش عايزة اقول رأيي في صلاح اصلا. بس يعني انا متأكد ان ممكن انا بحاوله جس انا بحاوله حط نفسي مكانه. هو بالنسباله الحمد لله ان انا في بس عادي. خلاص ما هو هو عايشها وهو الراجل بيلعب وبيعمل اللي عليه وبيتمرن. ودي بقت حياته. فما قدرش اعيب عليه ان هو شايف ان اللي هو فيه ده عادي ومش معانا ان هو مش بيحمد ربنا. بس هو خلاص عادي. اه جبته جنين او انا واجبتش جنين او ما هجيب ايه. ما انا بيدفع لي عشان ابز المجهود وعشان اجيب جنين. ام. فايوا انا جبته جنين. شكرا يا جماعة على ان انتو بتساعدوني وبتدعموني وكده للفانز بتاعتي. بس انا جبته جنين. وفي نفس الوقت انا او ضيعت. عامل ايه? وانا هو ما بيعلقش على الحاجات دي. بس انا متأكد ان هو بالنسبة له خلاص. بقى عادي. وصل مرحلة كده. اللي هو الناس نسمي تبقى ما نفرحش اوي 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 اوي. هو ما نزعلش اوي 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 ونخسف بالناس الارده اوي اوي. عشان نفضل نبقى عادي. وهو اي حد اه مسلا من الناس اللي بتوصل المرحلة من الروحانية كده معينة هم بجد بيبقوا عادي. بسلام. بسلام. اه. وبيسفل جدا ولا هيتير من الفرحة ولا هيموت من الزعل ولا هيتحصب ولا يفرق ولا يعمل الكلام ده كل. يا جماعة خليكم عادي يعني اشتاق. فاهم? ايه. عادي اللي هو تشل مفيش حاجة يعني. فاهم يعني عملت حاجة كبيرة اوي ونجحت. وبعد كده بكرة الدنيا اترباية فوق دماغك وخسرت كل حاجة. عادي هنزل بكرة. هنزل بكرة. اروح انا سكن في اكتوبر عاية اروح مقولة في ايجيبت. ادخل يا جماعة انا اشتغل في ايه يلا بينا. ده بيعمل ايه? لحد ما اشوف اعمل ايه في حياتي يعني. يعني فاهم? لان انا حفضة لنا. والموتيف اللي عندي والان انا عايز اعمل حاجة عشان اصلا دي غريزة. يعني الناس عايزة تصيرفايف. ولازم نسعى. فا وده خلي خلي. هو لا حاجة. يا مش قوص دي ارجع لبوينت بعيدة اوي. مستكتبت تكلم معي لحيطة ان انا ازاي? اه اه حد يبقى انا اللي عامله هو مديري. انا متعود وحد كده زمان علمها لي وحد حتى كان لسه كاتبها كوت على فيسبوك وعجبتني اوي ان هي تحطت فكرة في دماغي طول عمري انتو كونتكست. انه اه لو كانش صابي امرها هيبقى مع الله. بس. انا انا لو صاحب مطعم انا هشيل المنديل وغاير الطفاية لو الجسد بتاعي عايز كده. وانا اللي لما اخد جايزة في دبي في مهرجان ما عارفش ايه اللي بيده جوائز احسن اه ستيك في العالم حب انا اللي لابس ورايح بياخد الجايزة. عادي. ساعة هزت. بس ساعة عادي. عايزين نعمل اغناية عادي. ايه? يا عادي. يلا يا عمورة. عادي. والله حالة اربيلك لاموز من الساب حالة. اوه يلا عادي يا بقى مش حاجة يا. اه يا جماعة لو في احد هنا هيعمل اغناية اسمها عادي. اوه يا ريت. وانا زل عندي اتبقى جمدة فشل. اوه الله. شوفوا بقى الليركس ايه? ممكن شبيه ايه? ايه? اوه اوه. 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 لا. ده رهيب. بجد? والله عارفينه ايوه. نسمي نفسه شبيه هو مش نسمي نفسه هو شبه ويجزو. انت فارجت على الناس كسين? هو ايه. هو اوه. 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 اوه اوه. اوه. جامل فشل. لا بس. ايه 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 اللي انت بتحبها المصريين عادي. بحب ويجزو مرعون موسى ومرعون بابلو. وابو الانوار. انا في ناس تفتكرني ان فيو حد بيسلم علي بقى له سنة وفاكرني ابو الانوار. ما كنت فاكر ان انا ناجح اوي وكده بعشكوا بيحبني. قلت لها فاكرني ابو الانوار. وانا عرفت ابو الانوار من الولد ده. قلت له ده. طب وريني صورته. فعرفت شكله فروحت ماتة. بحي عنده ناس ما سكو سكو حلو اوي. جامل. لا بحبه. اا بس وفيه شباب كتير جاحدين يعني. بس يعني انت هو بسود دلوقتي انه بقى فيه في مصر. اه جدا. انا كنت اوي الفكرة في الاول. اه ما كنتش. اه كنت اللي هو لأ او بتاع. اه يعني كنت اللي هو بتكبر على الفكرة قوي بصراحة. بس لا يعني مرعون بابلو بصراحة هو. ممكن اقول سر. لمسني. اه اه اشتق. اه اه اه. لا بس مرعون بابلو جامل فاشخ. هقولك بعتناله دي اما عشان يجي على البودكاست ورد فعلا. ورد وده سبورت وقال اه 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 جامل اوي اللي انتو بتعملوه وانا بسود اوي اللي انتو بتعملوه. واو. فصراحة مرعون بابلو جامل فاشخ وارتس جامل فاشخ. لا. شفت اخر حفلة عنده اخر حفلة كان عملها حاجة يعني. اه اه عزيما. في حقيقة اني يا خالص. لا لا عزيما عزيما. كويس نحل هو الحقيقة يرد. كفايا الرد عندي حنزلها وعمل معها بودكاست. فاهمت? عالوسها مع رد لبقى. عادي ايام بس جامل فاشخ فعلا. اه عايز اقل على حوار في حاجة انت بتهى جاملة فاشخ. لو ان انت بتغير يعني ايه يا عمرو? عمر عايزينك تخش بقى سلوك. سلوك. بتغير سلوك. اه مش محتاجة خلاص عمرو ممكن تطلع شكرا. اه 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 بتغير سلوك. تغير سلوك. ده بيه حاجة قوية جدا 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 جدا. نزبط. مش قادر تخيل اه امي بقى لها ادي ايه بتحاول تغير سلوكي. فاهمت? اه. فقالنا واحد وثلاثين سنة دلوقتي ولسه مفيش فايدة. لا لا مفوق. فا يعني ايه يعني ايه انت بتغير سلوك الناس? بوسوا انا بالنسبة لي اللي انا يعني اتعرضت ليه على هو نوعين من نوع السلوك. السلوك سلوكه هو على يعني يعني طريقة الطريقة هو اكتف ولا مش اكتف على والسلوك نفسه. يعني بتاعه هو كبني ادم بيتعامل مع الحواليه ازاي. اه اول حاجة كنا طبعا كانت بنغيرها هي سلوك او تغيرت بالصدفة بصراحة سلوك الناس على نفسها. يعني مسلا يوسف اه واحد عمره ما بيقومنته ولا عمره بيعلق ولا عمره بيشارك على السوشيال ميديا مش اكتف خالص على فيسبوك بقى خلاص طول الوقت على التليفون. فعلا مش اكتف خالص ولا بتفرج على حاجة. نو بس يا ريت بقى. هبتدي عبقى. لازم تدخل عندنا. هخش اه. لازم تدخل. هشوف له اتغيره السلوك. اه لأ يعني وهتلاقي نفسك اصلا انت الموضوع انت لما بتدخل عكباك. هقول لك حاجة. السلوك الناس تغير ليه على الفيسبوك. انا واحد مسلا بيحب العربيات قوي. مش شرط يبقى صحابي بيحبه العربيات. مم. فهو تلاقيه جرب مرة في التانية اللي هو انا بص يا جماعة البي ام دي متزبطة حلوة قوي. فهيلاقي مسلا واحد صاحب يقول لي يا عم طب لما تشتريها الاول. او حد يهزر معي يقول له طب احنا عندنا فاين البكرة خش نام. بس لما هو يدخل هو بقى عنده كام فرند تلتمية. لما يدخل على جروب في عشر تلاف واحد بيحبه العربيات. وهو يبقى صايع ومزاكر وقديم في حوارة عربيات ويدخل يقول حاجة بوم يلاقي مسلا ايه اه الفين كومنت بقى الناس قاعدة بتقول له بقى ايوة وانا عارفها يا ابن اللعيبة وانت انت بتفهم قوي. ده بالنسباله. يا جسمي بعشر شوية. جدا. والله مش بحزر. والله يا جسمي بعشر. بتعشر بجد والله. فانت فاهم فارق احساسه ايه? اه. فهو لقى نفسه. وهنا نرجع تاني للنقطة بتاعة الريليفنس. انا بتكلم على 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 بي ام اه معرفش ايه في عربيات. طبيعي ان انت انا بتتكلم الناس حتى حتى معاك لان هم هنا عشان ده. يا برو اللي انت قلته بجد بجد يعني جسمي اشعر عشان حاجة حاجة معينة. ان ان هو سيب صحابه عشان صحابه مش بيحترمه اللي هو بيقوله. اه مش حابينه. اه اه او مش فارق معاه اللي هو. اه. وراح في حتة هو بيحس فيها بامان. بالزبط. والناس بتحترم. ومتقدر. ومتقدر. وبياخد ده من الناس هو ما عارفهاش ولا عمره شافها. بالزبط. فهام? فدي حاجة. دي ملهاش تمن. ملهاش تمن. عشان كده جسمي في اعلى ناشع. لا لا يعني. والله. عشان يعني ان انت ممكن تعمل فلوس قد ايه من ده كتير جدا. لا وعلى فكرة اقول لحك انت عارف انا انا في حاجات بقى بتتقلي. انا اصلا مش عارف انا مش عارف استوعبها. يعني مسلا. اه في ناس لما بتقابلني مسلا. يقول لي على فكرة اه انا اكتف جدا على what to eat. فصحابه بقى يبقى يبقى فيه معايا اللي هو مستنينه. عارف الوقفة بتاعت اللي هو اه انا عارفك وقول له شكرا ان عارفني على ايه يا ابني. مش متوقع ان انت تكون عارفني اصلا. فصحابه يبقى ايوة يا عم انت بقيت مشهور. فانا بس ليس انا مش عارفة استوعب ان عشان حد البوست بتاعته. عاملة كويس على جروب. هو حاس ان هو مشهور بجد هو فعلا مشهور جوا جروب. جب. وانا مش حاسس بحاجة خلص. مش حاسس يعني انا ولا عمري عايز احس لانه. عادي. عادي. مش عادي اللي هو مش فريق لي هو عادي. ايو عادي. مش حاسس يعني ما فيش حاجة مجوايا. مدياني. بتاع الشهرة ده انا مش اا م Eff Weil ممكن اقول لك ممكن لك. ممكن لك ممكن لي انا افتكر ان ده عادي. و بس ده اللي انا بحسه يعني ده اللي انا بحسه يعني بالنسبالي انا بل لنا بعمله ومش عارف ايه لو الناس تيجي تسلم علي وكده Antes بحس انه انه عادي ومش بحس ان انا بعمل اي حاجة. بحس انه فعلا عادي. يعني انا بينتس اصلا باعنا هو يو ساتح صحابي. ازايك عامل ايه? عشان احنا. وتحاول تفتكر انت هو انت اللي مش فاكره بس هو انتو تعرفوا بعض عادي. مية في المية. انا كتير جدا فاهم بفتكر ان هو بس هو واحد قريبي او حاجة ولا هو اه لا. وهو مش عايز اصلا ان انت تبقى فاكر اسمه وهو متأكد ان انت مش عارف اسمه. هو عارفك وانت مش عارفه. بالزبط. بس انا عمري ومش بتعامل عساس انه انت بسلم علي مش ليه بس ليه. انا عملت عشان سلام علي. انا انا بسعى. انا بحس بدا واحد عشان احنا بنين ده كلنا مع بعض. يعني انا. بزبط. مع وكده احنا بني انا معايا ناس بدأت معايا يعني اعرفهم ويعني هم بقوا صحاب ليه وبنتكلم ده عندي امز وبتابع معهم واحد زي بتابع معهم ايه اللي حصل وكبره وخلصوا جامعة وابتدوا يشتغلوا من ساعة لما بدأت من ست سنين. فاهم? فانا مش حسنا انا عملت حاجة عشان انا عملت حاجة والحاجة التانية انه بحسه عادي ان اللي احنا بنحاول نحله ان احنا بنحاول نحل مشكلة التعليم ومشكلة الشغل ومشكلة ان الناس تغير طريقة تفكيرها اكبر من اي حاجة احنا عملناها. يعني الهدف بتاعنا كبير جدا وتقيل قوي على اي حاجة ان احنا بنعملها. ايه يعني واحد يعني ايه يعني واحد تعارف احنا بنحاول نعمل ايه? احنا لسه بعيد قوي 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 من اللي احنا بنحاول نعمله فمعرفش انت بتحس بحاجة زي كده? انا بحس بحاجة زي كده اه واحيانا بكون اه انا اللي لازم بحط لنفسي دي لان انا مش عايز ارجع معناها كل ما ارتحت انا مش هعمل حاجة. فانا لازم افضل مش مرتاح ولازم ابي حاسس دايما ان فيه اكتر ممكن يتعامل عشان اعرف اصلا وفي نفس الوقت عشان اه لأ ما احنا عملنا كزا طب ما احنا لازم بقى نعمل كزا عشان نكبر اكتر ونعمل فتقريبا هو ده اللي فعلا دايما بيحسسين انه عادي. انه لانه زي ما انت بتقول. يعني فعلا اللي انت قلته عبكاري. انت اصلا في دماغك حاجة اكبر بكتير. فبالنسبة لك اللي موجود دلوقتي ده ممكن يبقى بس من اللي انت بتفكر فيه. والمشكلة الاساسية اللي احنا فعلا بنغيره بنغيره في الناس اكبر مني بكتير. بالزبط. يعني انا ولا حاجة بالنسبة اللي احنا بنغيره. او بالنسبة اللي بيحصل فيك او ان انت غيرت حياتك يعني ولا حاجة بالنسبة لده. فاهم اصدق جدا. انت فاهم? يعني نقطة. فاهم اصدق كده. واحنا هلموت بعدها لحد تاني هيجي وشكرا. بالزبط. والناس اللي اعتعرفني هتموت واللي بعد وما حدش هعرفني بعد كده عشان. عشان اه هيعدي وخلاص شكرا. طبعا ما في الليل. فاش عارف انا بحس ان احنا في الاخر انا بالنسبة لك دي احنا على الفترة دي على الارض. لمدة معينة في امتحان. فاهم? بنحاول نعمر. وشكرا. واعرف ايه احلى حية في العالم بقى ان انت تبقى بتعمل ده وحاجة انت بتحبها. اوف. يعني. او. لان انت كده كده ايش طيب ان انت في حاجات ممكن تعملها زمان وكان دي كنت لسه بعملها مع واحد صاحبي من يومين بعدين بنفتر في اركان يعني. جل. فكنا بنتكلم فعلا على الموضوع ده ان انت. انت من ست اكتوبر. اه. فانه فورة سعيدة. انا عارف اشوف اكتاني امتا بجلد. اه لحقيقي. في الزمانك بقى مصير. اه فكنا بتكلم على حتة انه انت يعني لو قدامك انت كده كده في حاجات معانة هتحصل لك. اعملها اه عن طريق حاجات انت بتحبها وما تعملهاش عن طريق حاجات انت بتحباش. لان كده كده رزقك جاي. انت بس انت بتسبب الاسباب عشان الرزق ده في الاخر ده اكتر حاجة احنا ما نعرفه ازاي وزاي الموت كده ما تعرفش احصل ازاي وامتى. بس انت بتحاول تخليه يأدب. فاعمله بحاجات انت بتحبها. واقنعني فعلا ديبو يعني ديبو 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 انت عارف ديبو. ايوة طبعا ايوة بالزبط ديبو يعني. ديبو عمل بودكاست فشيخة. هو ديبو يعني شخص مهم في حياتي قوي انا لازم اروح كده ارمي عليه كل اللي جواي عشان يرجعني فاعم? بميندسيت. بديجي بتمنشن ديبو. اه. من غير من غير ما يبقوا قصدهم فاعم? بجدد this guy. من غير حاجة. عشان هو عشان عادي. عشان عادي. فعلا جوا. فاعم? خلني واسة بس طريقة تانية خانص. هو فعلا نفسه هو عايزي اكسبرس اللي جواه. جدا. اوتنتيك. جدا هوندر برسنت. طحف. وده هو عاصل من اقرب الناس ليا دلوقتي بسبب ان برضو احنا الحتة دي احنا شاهم بعض فيها ويه. لازم تفرج على البودكاست بتاعه. اه 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 اي اي انا لما انت قلت لما انت سألتيني كده مرتين جمعت ان انا قرية دي شفت بتاعته. اه 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 لا اخوي يعني. وبعد كده كان قال لك ايه عشان انا نسيت هو قال لك ايه. انه لو انت انت كده كده رزق الجاي. فروح جيبه بس بحاجات انت بتحبها بدل ما تعمله بحاجات انت بتحبهاش. هو كده كده جاي. بس لما بتعمله بحاجات انت بتحبها هيبقى طعمه احلى كده. فاهم? ايب 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 ايب. مش هيبقى في حتة انه افف لما تروح لا انت تمام انت تعبان بس اه يعني فاهم? بس طبعا مش كل حد بيذاكر نفسه كفاية ان هو اصلا يعرف هو بيحب ايه? واعي. بالزبط الوعي بقى انت لازل بتذاكر نفسك تعرف انت اصلا بتحب ايه. عشان تبقى اللي انت بتعمله فعلا هي الحاجة اللي انت احنا بقالنا عدي ايه عادين بنتكلم. بقالنا انا بجد انا لسه جاي وان انا اصلا ما قلتش حاجة. يعني انا مش عارف انتوا هتمنتجوا ايه. انا عشان انا من كتر وانا لسه جواي حاجات محتاجة اكسبراس. مش حاسس. لسه. فاهم? لسه. كتير قوي يعني ممكن نفضل كده انتكلم كتير. او ما انا. فاهم? لانه سنين بقى. فاهم? واحنا انا ناينتيز كد زي بعض تعرف احنا جيل. يصف. احنا جيل. احنا جيل. احنا جيل. احنا جيل. صارحة انا شعب انا بحب الجيل بتاعنا. انا انا مبسوط فيه يعني. وانا برضو. شفنا كفاية. او. وحاس ان احنا شوية. او انا كمان. محصوزين. صراحة او. يعني الجيل اللي قبلنا حساسهم هم فعلا تعذبوا. اه او. اتفشخوا من 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 باباهم وموتهم اكتر مننا بكتير وكانش فيه التكتولوجيا بكنتش. ايه. والانفورميشن بكنتش اوت. احنا الحقيقة انها الانفورميشن تيجي كده. ده حقيقي. فاهم? بس اقول لك حاجة بقى بتسحلني دايما. ايه بقى? انا بنسبة لي الجيل. يعني جيل التسعينات تمام عندنا بس شوية حاجات تغنانة كده كامل ما بيننا. بس هو كل حد عايش دلوقتي في اللحظة اللي احنا فينا دي. شاف كل حاجة احنا شفناها دلوقتي. ده حقيق. فا وعدى بها. وممكن يكون عنده اقدم منك كمان سنة. فاهم ما قصدي? فاحنا لحد كل الناس اللي عايشين دلوقتي حالا في اللحظة اللي احنا فينا دي. عايشوا كل حاجة. فعلم? عارف زي ما يقولك انا انا انت تعرف اهلك طول حياتك بس هم ما يعرفوك اقل. فشكي اهو مش بيحبك اوي. انا في حد صاحبه عايش معايا اكتر. فادي يعني حاجة بتسحيلني جدا بقدر فكر فيها يا برينا وانا ان كلنا نفس الجيل يعني كلنا عايشنا نفس حاجات يعني الناس اللي اكبر مننا مش الاصغر. يعني بتكلم على احنا وانت طالع اللي عايشين دلوقتي اه. 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 حاجة عبيتها حبيتها اقولها. اه. انا بفكر فيها انا نايمة. اه. اصراح. كارين في اي حاجة عايزة تكلمي انا عايزة نقولها في اي حاجة عايزة تسأليها. او في اي حاجة عايزة تسأليها وتقوليها او تشتمي. مصدرها. اه شغل شغل معريضة عاملة زي اه. 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 تالف مئة وثانين درجة من الشغل اللي كنت قبل معريضة يعني. فعلا اول مرة أحستي ان انا بتعلم مع حاد. اول مرة حاستي ان انا باستفاد من الحد ويعني يعني فعلا شخصة قوي وبيشجعني وبيعلمني من السفر يعني فاهمني وعارفني وفاهم دماغي واحنا لسا يعني يعرفين كبيرا هو الحافظ ان انا ابتدي اشتغل على نفسي. جامد فشك. فانا الشرف لاي اوين انا في ريطة. مزيكة. لا بس جامد اوي جامد اوي ان ان انت تشتغل يعني ودي اكد حاجة لو واحد عايز عايز انجحة وعايز يوصل بسرعة ان هو يلاقي حد يشتغل معاه يشتغل تحته ويشتغل معاه ان هو يقدر يعلمه وياخد منه اكثر واحلى واحلى ان ما فيه حد ان هو فعلا بيزوءك فعلا بيزوءك ان انت تتحسن فعلا بيزوءك ان انت عايز احسن يعني انا متأكد ان انت يا ريت هيتروح تفتح شركتها وهي تبقى. ده بتحسوا ده بتحسوا ان انت بتفرق معاك لو في حد من شغالين معاك او ان هو حيروح يفتح شركة لوحده او حيروح يعمل الوحده وحيعمل تانية اه تاني دي حاجة بتعصبك بتدعي ازاي اللي انا متأكد منه ان هم اول حد هيبوا عايزين رأيه لو عايزين يعملوا حياته كده هو انا. جب. ودي بالنسبالي معناه كبير قوي يعني انا اصيب كل حياته في ايدي واساعده ان هو هيعمل اللي هو عايزه. انا انا الناس يتكلمني يسألني يكتب ايه فانا ادخل في حياة الناس قوي من غير ما انا ادخل. وده مش بيقلق. بيقلق. بيقلق وشغلك. خلص. انا 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 دايما بعمل مع اي حد يشتغل معي كل حاجة ما حصلتش مع الناس اللي انا اشتغلت معي. اي حد كان بيبخل علي بمعلومة انا بعمل العكس. بقول كل حاجة بقول كل. all my secrets. I give them out. لان انا دايما عايز اتعلمه. اصلا اللي انا بقولهوله ده اردي بيبقى بالنسبة لي خلاص انا بكرة بفكر في حاجة تانية اردي. مم. ف you can make use of this idea. حطا تستفيد من ها كتير قوي. لان انا اردي انا يعني فكرت فيها و مش هستفد منها مرتين. انا استفدت منها خلاص. وعارف ازاي استخدمها. حتبقى بالنسبة الحد تاني استجم. هو بقى يبدأ منها ويلاقي طريقه في السكة اللي هو عايزة. فانا لو حد كبر وانا كنت ساعدته دي حاجة تفرحني ما تهددنيش. فاهم? لان انا زي بقول لك دونيا هتبوس حنزل يا بيعت شرتات. عادي انا مش فريق لي. والله مش مهزل. انا بعيدك والله. لا لا عادي جدا 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 يعني فاهم يعني. يعني اول مرة انا كانت معنا في بتاع المامشا. هي هي اصلا كانتش فهمة هي هي عارفة ان انا رضا بتاع واتو ايد بس كانت شكة ان انا رضا لان انا واقف بقى بقى بص على كنت واقف كان في الدور سيلكشن. انا واقف على رجلي والمفروض انا الهوست بتاع بقى اللي هو بقى واقف بقى وفيه ميديا والك هو ومعرفش مين. انا واقف اصلا على الحدوتة كلها فيه ان احنا عزمين ناس والليس هتأكد ناس دخلته. انا كان منزبالي هم الممبرز. فانا كنت واقف على الباب بنفسي. عشان لما ييجي ممبر اه يقول انا ممبر واتو ايت يلاقي ادمن واتو ايت واقف بيستقبله. فاهم? لما نروح حتة في مطعم وعملين انا بامشي على طرابيزة طرابيزة بنفسي. السوشي عجبكم. عارف المدير المطعم كده ما بيجي يفضل فوق دماغك. انا بفضل فوق دماغي. عجبك السوشي. اه عجبك طب الاكل طب ايه اللي حصل. طبعا عندي مشكلة. لدرجة ان هما لما يحصل مشكلة خروجة تابع الجروب عندنا ما بيجوا يقولولي انا رضع فكرة بتاع كان ملحي فيه قليل. وممكن صحابي يبقى فين. ايه اللي عبط ده. هجاء تقولك انت على ما فيه ما فيه ويتر وايف وفيه مدير المطعم وايف انت ايه يا ابني. قوله انا بالنسبة لي دي معلومة ان انا عارف ان الملح اللي في الرز بتاع المحل ده قليل وان هما لما يكون فيه عدد كبير بيخيشوا في الرز. دايما. مين في الدنيا عارف المعلومة دي? غير انا والمدير وصاحب المكان ممكن اصلا يبقاش عارف. فانا بحب ادخل جوه لان ده ده اللي انا بتعود عليه دايما ان انا بدخل عشان اتعلم من كل حاجة من كل دي انسايت. انا راجل اعلانات وكريتف. فالنسبة عارف اه كله بيتكلم زي من الناس بتعمل ايه? انا انا المزبالي المعلومات دي دي معلومات ايه. ايه كان ياسر اه الشيطان يكمن في التفاصيل. النجاح يكمن في التفاصيل. يأ. جامد جدا. اه والله كلام جدا كلام جدا. كلام جدا جامد. تليه عليها ما بتردش. كلام جامد جدا. هو الشراب باجن في الحلقة. انت عادي ممكن. بجد يا جماعة. والكاميرا دي. الكاميرا دي ممكن نزل. انت لو عملت. الشراب ده اللي هو انا مختلف. اللي هو انا مختلف. فهم ما حصدي? اللي هو انا قوي يا ماما. ممكن ناخد لحظة ان احنا نزل. اه الشراب شراب. اه ممكن. حاس ان انت هتفتح مطعم يا ردو ولا? عشان تكلمت عن اكل كتير. عفكرة. حاس ان انا هفتح مطعم? اوه. بتسألني لو انا اللي حاسس. انا انا او انا بقول لك هو انت حاس ان انت هتفتح مطعم? عشان يعني يعني عندك انت عايز انت لازم فاهم? اه. الرز في الملح فاهم? الملح في الرز. الرز في الملح بقى ده. انا نفسي افتح حاجة بس مش عايز افتح حد لوقتي. جامل. بس هي حاجة بجد ابسط من البساطة يعني بس مش عايز افتح حد لوقتي. بجد الله. او مستني كده انا لما اكون حاس من جوان انا اقدر اديها حقها. جامل فاهم. بشتطلع زي ما انا عايز. مع ان عادي ممكن تجيب فلوس ممكن تعمل تفتح. اه لا انا مش طمع. جامل. يعني ممكن دلوقتي بقى نفتح حاجة وتبقى كوميرشل وبس انا عايز في معين قوي في دماغي وبسيط جدا جدا جدا. وهو هيبقى ايم على شخص. هو بني ادم واحد. يعني الفرع عبارة عن بني ادم. جامل. هو كشير هو كل حاجة. بس اعرف الرجل اللي بيمشي بقى لابس درومز على ظهره. ايه. وفلوت وبتاعها وكل حاجة. اه يعني دي كده عن البروجيكت. اه حبتدى ادول وهحاول اليها واعطاك. والله يا دعنا نعملها مع بانت. لو عرفت ليا يا عم انا عايز خمسة في المية. يا فندم عشرين والله. هو الموضوع كله اصل ستكلف اكتر من الفين جنيه. اصلا. والله. اجابة بس ايه يعني فكرة هقولك عليها بنا وبين بعض يا اه. انا مستنى. اه لا اه. اه. اقولك عليها. انه هو يخلق معي عشر تلاف شغلاء انا فلاصر بس. محتاج يشوف نفس البروجات سبعة مرات بطرق مختلفة. مرة بنيفت. مرة هتخليك صايع. هتخليك اسكى. completely different things. but it's everything. but this is why you need a social media page. انستغرام بيجي من عليه تقريبا 80% من المبيعات. the most of a product. تعلم في الكورس ده الميديا باين من البداية للنهاجس. اكبر اي كاميرس بلاتفورم في العالم. من الرومي في العالم. والنهاردة في الكورس هنغاليكو زيت اعمالي وشبت فاي سكوز بزيرو تو هيرو. فكي تقدر تبدأ الرحلة. تسكيبت رايتنج. وتحقق انه مخوص سواء موضف او. هتشتغل ازا فريلانسر. تشترك دلوقتي. you know because all my money is here. all my money is the market. all my money but for my next. بجد الرضا انا مبسطي جدا النهاردة. بالكلام. في حاجة اي حاجة عايز تقولها اخيرا? اه اه لا يعني مفيش حاجة معينة في طماغي عايز اقولها. اه بس اه يعني ممكن اقول حاجة عشان يبقى اسمي قلت حاجة معينة في طماغي. في اخر حلقة. لا بحصل. لا بس يعني انا بحب بجد بجد ممكن اشكر كل الناس اللي في حياتي. جميل. من اول جدي الله يرحمه. الله يرحمه. يعني ده بجد يعني مش عارف اول هو ايه بالنسبة لي بس يعني اي حاجة في حياتي يعتبر هو سبب فيها. جميل. لأبويا وامي طبعا برضو يعني اه هما برضو سبب كل حاجة جميل لهم. وامي فاميلي. ماي فرينز. and ماي تيم. and all the people that like you who notice. اه حاجة بسيطة قوي حلوة انا عملتها وبالنسبة لهم دي حاجة بنسبة لهم يحفزوني بس ان انا بقى بني ادم احسن. وان انا يقولولي انت شاطر برافو عليك دي بالنسبة لي عندي بالدنيا. فبشكر الناس دي لان الناس دي هساوب ان انا اكون قاعد معاك هنا دلوقتي وعندي لوجو محطوط على تليفزيون وبنتكلم وريدو وفاوندر والكلام الكبير ده. فانا اعرف الناس بيه وحضل اعرف الناس بيه طول حياتي ربنا يديني العمر. انه بيبص في المراية وبيشوفش حاجة. لان هو متعود ان هو فهو مش شايف ان هو كبير. فخليك دايما بتبص في المراية ومش شايف قوي متشوفش قوي نفسك في المراية. عشان اه تعرف تبقى عادي وتعرف تسعى. ان لو لوحد اتسحل مع نفسه. اه دي بداية النهاية. بس. بداية النهاية. جامدة هو بداية النهاية. اه ودي نهاية النهاية يا جماعة. نهاية البداية. نهاية البداية ايش صح? بجد انا انبسط جدا بالحلقة النهاردة يا رضا بجد تعلمت كتير. اه بزات حتة. اه ما تنسوش يا جماعة تروحوا اه اولا تعملوا اه على الهندل بتاع رضا نفسه. ودي الشركة بتاعت رضا والصفحات بتاع اه هتلاقوا اتناشر صفحة حداشر صفحة. على فيسبوك. حداشر صفحة مختلفة. اه اتناشر اه. عربيات اكل اكل. عربيات اكل صفر افلام. اه اه ادوبشن. في اه اه فاشن طبعا. جامد. بجد الله. اه ده لي قصة الواحدة ده يعني. جامد فاشق. اه فما تنسوش تعملوا اه فالو اه للصفحات دي. اه احب اشكر كل الناس يا جماعة. احب اشكر كل الناس اللي لسه موجودة بعد ساعة تمنتاشر دي احب اقولكم ان انتوا 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 انت 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 اللي بتعملوا حلقة يعني الناس اللي بتفضل لغاية هنا هم دول اللي بيعملوا حلقة. الناس كلها اللي بتمشي قبل كده. اه ده المنبه عشان ايه? عشان ميتة. اه الناس كلها اللي قبل كده اللي بتمشي دول ما بنحبهمش. الناس اللي بتفضل لغد لوقتي وده بقى لهلكو. ده حقيقي. ده حقيقي. الناس اللي بتفضل لغد لوقتي يقول هرابير وهم عارفين ان التحية دي لهم هم بس. ما تقولوش للناس اللي بتمشي يا ريت. عشان ايه? بس. بس يا جماعة شكرون تاني لكل الناس اللي بتعمل سبورت. اه لماينسات شو. اه احب اشكر التيم. احب اشكر كارن. احب اشكر احمد وعمر. اه. شكرا. اه. ده حقيقي. اه تيم كله. والتيم السوشال ميديا. اه. احب اشكر سارة. اش. اه. باسم. اه. والناس الجديدة كلها الوداد وامتحت. اه. مش حاجز اشكر ماركو النهاردة. عشان خطبته وتبعته الحتة دي. مش هشكر ماركو. فابعتله الحتة دي ان انا مش هشكره. اه. اه. وكان ديك واحدة نهاية برنامج على الراديو بقى. اه يا ريت. بس. كنتم مع مع يوسف صبري. والله. في اوپننج على فكرة في ميجا اف ام. في واحد بقعتله الي يوسف. اغنية جديدة. والله. 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 قال لي في اوپننج في ميجا اف ام. واملك داون. to just do it for the experience. يالله نعمل شو مع بعض دمه. اه. والله هقولله هو جاي بكرة. هو اصلا هو في موزيع ميجا اف ام اسمه محمد فهمي جاي بكرة. اه. وبعتلي بيقول يوسف في اوپننج في راديو. مش عايز تبقى مش عايز تيجي تجرب. بس. طب ما معرفش اقرأ اساسا عربي ولا انجليش ولا اي حاجة. بس اقرأ هممتن. اه. بس اقل له معرفش لو دي حاجة بس اقل له. انا بحب دا يالله نلعب يعني. هتجد احتي بقى جابت فاش خصوطك جابت فاش خصوطك. انا عارف دقيقة المهندس. عادي وطي وبتاع. بس يا جماعة بحبكو شكرا شوفكو الحلقة الجايب.